في ظروف غامضة لقي من دوب الحرس الثوري الإيراني في اليمن حسن إيرلو مصرعه بعد أيام من مغادرته صنعاء إلى طهران على متن طائرة عسكرية عراقية خارجية إيران زعمت أن إيرلو توفي بسبب إصابته بكورونا لكن مصادر يمنية نفت صحة ذلك معللة بأن مستشفيات صنعاء لم تسجل أي مراجعة طبية للرجل مؤخرا ميليشيا الحوثي كانت قد طلبت من التحالف السماحة بخروج إيرلو عبر مطار صنعاء من أجل تلقي رعاية طبية أفضل ضد كورونا وهي التي أنكرت مطولا وجود الفيروس في مناطق سيطرتها رغم وفاة المئات من اليمنيين متأثرين بإصاباتهم وترفض فتح المطار للمرضى اليمنيين في مقابل إتاحته للخبراء الإيرانيين في اكتوبر من العام المنصر امتسلل إيرلو إلى صنعاء في مهمة حربية كلفته إيران بها للإشراف على معركة مأرب التي راهن الطهران على إسقاطها واستنفرت عناصرها الحوثيين لأجل ذلك مطلع العام الجاري لكن مأرب لم تسقط بل سقطت رهانة إيران سقوط عناصر ميليشياتها في جبال وصحار الجباهات الجنوبية على طول المحافظة نظير مقاومة باسلة وصمود أسطوري لقوات الجيش اليمني ورجال القبائل ولم يكن إيرلو وحده ودات العبث الإيراني في اليمن فلا يزال هناك قيادات من الحرس الثوري دخلت خلصة للبلاد وتقدم الدعم والتدريب للحوثيين وجلهم في خانة المطلوبين للإدارة الأمريكية وخصصت من أجل الوصول إليهم ملايين الدولارات إذن معادلة عسكرية نوعية تصنعها مأرب الصمود قد تترتب عليها معادلات جديدة في اليمن والمنطقة تكون طهران فيها الخاسر الأكبر فمصرع رجلها الأول في اليمن قد تعقبه مصارع قيادات أخرى وسرح الوزاة حتما إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم ترجمة نانسي قنقر